شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين رعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين نتحدث بإذن الله تعالى في مقامين المقام الأول يحتوي على ثلاث كلمات تتعلق بنا جميعا الكلمة الأولى هي التقوى يكفي في أهمية التقوى أن نعلم أن آخر آية من القرآن الكريم على ما يقوله بعض العلماء هي آية ترتبط بالتقوى الله تعالى يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذه آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله ما هي التقوى التقوى لها مبدأ ولها منتهى أما المبدأ فهو حالة حذر في الباطن وأما المنتهى فهو الدقة في الأعمال أكوى الآن في العالم كما ينقل مناطق ملغمة مثل منطقة العالمين في الحرب العالمية الثانية إذا أنتو أردتوا أن تمروا من هذه المنطقة كل خطوة تخطونها يمكن أن ينفجر تحت أقدامكم لغم إشلون تمشون في هذه المنطقة؟ حالة حذر شديد في الباطن وحالة دقة متناهية في الحركة هكذا يتحرك المؤمن في هذه الحياة الدنيا كل كلمة يريد أن يقولها يفكر أولاً أن هذه الكلمة يرضاها الله أو لا يرضاها كل بطش يريد أن يبطش بولده أثاركم الولد في البيت تفكرون أن هذه البطش مرضية لله تعالى أم لا؟ هذه الحالة من الحذر الباطني والدقة الشديدة في الحركة هي التي يقال لها التقو عدنا واحد في التاريخ علماء الرجال يقولون أنه من أصحاب الإجماع وهو صفوان ابن يحيا وهو رجل معروف من الطبق الثالثة من أصحاب الإجماع راجعوا تاريخه يقولون أنه هذا الرجل كان في مك أراد أن يرجع من مك إلى الكوف شوفوا حقيقة هذه الدقة هذه دقة المؤمن هذه دقة كل مؤمن حقيقة كان له في الكوف جار هذا الرجل جاء وأعطاه أمانة قال هذه الأمانة خذها وسلمها إلى بيتي في الكوف فقال له صفوان إن جمالي مكري هذا الجمل مجملي هذا كراء انتظر حتى أستأذن صاحب الجمال أنا استأجرت هذا الجمل حتى أنا أركب عليه ولم أستأذن منه حتى أأخذ ودائع الناس معي المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه من علمائنا الكبار اقتدى بصفوان في هذه القضية المحقق الأردبيلي معه المكاري في هذه السفرة راح إلى الكاظمية في الكاظمية واحد إعطى أمانة قال هذه الأمانة أوصلها إلى النجف فأخذ الأمانة يبدو كان غافل بعد ذلك عندما تحرك من الكاظمية إلى النجف فكر أنه المكاري لعله غير راض بذلك أنا أخذ هذه الأمانة وأركب فوق الداب لعله المكاري مو راضي والمكاري مو موجود فمشى من الكاظمية إلى النجف الأشرف على أقدامه لهذه الشبهة شبهة أن لا يكون المالك راضيا لاحظوا هذه الدقة الآن من المشاكل المبتلة بها في العراق ابتلاء شديد مشكلة البيوت واحد مشتري بيت من مالكه ثم تبين أن هذا المالك مو مالكه شنو حكم هذا هذا البيت حرام بل المغرور يرجع إلى من غرح إلى حق يرجع على الذي باعه ويأخذ منه الثمن ولكن هذا البيت حرام إذا المالك مو راضي شنو حكمه هذا يجب عليها أن يخرج فورا من البيت مو بيت لا يملكه كان واحد من علمائنا الكبار في طهران السيد الخنساري رحمة الله عليه كان عنده بيت إيجار قاعد بيه إيجار فيوم من الأيام انتهت مدة الإيجار وصاحب البيت ما رضي بالتمديد تمديد المدة ماذا نفعل إحنا حقيقة موقف حرج بحث عن بيت آخر ما وجد ذلك البيت هذا المرجع الكبير طلع من البيت وقعد بالشارع يعني في جانب الشارع هو وعائلته واحد يقعد في بيت لا يملكه هذا حرام إلى أن أحد المؤمنين جاء ووجد له مكان حذر في القلب ودقة في العمى هذه الكلمة الأولى الكلمة الثانية الأخلاق يكفي في أهمية هذه الكلمة أنها جعلت العل الغائية لبعثة خاتم الأنبياء محمد إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ النَّبِي بُعِثَ لِذَلِكِ ما هي فائدة الأخلاق؟ أول فائدة ينالها الخلوق الراحة في الدنيا وأول عقوبة ينالها من لا أخلاق له العناء في هذه الدنيا عناء من جملة الأخلاق الرضا بقضاء الله عدنا صبر هذا مفهوم وعدنا الرضا الرضا بما قضى الله واحد أي شيء كتب الله له ليعيش تناقض داخلي بينه وبين هذا الواقع القائم أنتو تعانون مشكلة مثلا كل واحد يعاني مشكلة ماكو واحد ما عنده مشكلة واحد دائما يعيش تناقض داخلي لأنه يعاني من هذه المشكلة هذا يحطم الدنيا واحد قبيح موحلو هذا دائما يحمل تناقض ويحمل هم هذا يدمر دنيا قبل آخرته واحد يعاني من آفة من ناقص يعيش هذه العقد هذا يدمر حياته ديل كارنيجي هذا الرجل المعروف يقول أنا بحثت ما أعلم يقول أربعين عام يقول ثلاثين عام حول سر السعادة في هذه الدنيا بعد هذه المدة الطويلة توصلت إلى هذه الكلمة هاي الكلمة اللي أئمتنا قالوا لنا قبل ألف وأربعمائة عام ارضى بما كتب الله لك تكيف متكيف خارجي تكيف نفسي أيضا الرضا بقضاء الله الصبر على المشكلات طلاقة الوجه البشر العافو الإغماض واحد عندما ميعفو عن الآخرين يحترق بهذه النار التي أوقدها أما إذا تجاوز القضية تنتهي القضية خارجيا ونفسيا الكلمة الثالثة الخدمة الآن الآن الدنيا تحولت إلى دنيا مليئة بالعقد والمشاكل هذا على أثر الحضارة المادية الحضارة المادية ملأت الدنيا بالمشاكل في تقرير نشر جديدا أنه في كل ليلة يعني البارحة اللي إحنا نمنا ينام جائعا كم واحد كم مليون خمسمائة مليون وخمسون مليون جائع يعني البارحة خمسمائة مليون وخمسون مليون باتوا جائعين في العالم في العراق أكو كما في تقرير نشر قبل فترة أكو هنالك وخمسة ملايين مليون أرملة الدنيا امتلأت بالمشاكل واحد يحاول بمقدار إمكانه أن يخفف من معاناة البائسين ويكفي في عظمة هذه الكلمة أن نعرف ما قاله النبي صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله يقول عندما سئل من أحب الناس إلى الله تعالى فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس كل ما واحد ينفع الناس أكثر يكون مقربا إلى الله سبحانه وتعالى أكثر هذه ثلاث كلمات تتعلق بنا جميعا وهناك ثلاث كلمات تتعلق بالإخوة المؤمنين الذين يعيشون في بلاد الغرب أذكر هذه الكلمات على نحو الإختصار الشديد الكلمة الأولى توضيح الصورة الحقيقية للإسلام عندنا إسلامان إسلام علي صلوات الله عليه وإسلام معاوية يعني ما يقال له إسلام معاوية الصورة المنطبعة في أذهان الغربيين غالبا إسلام معاوية إسلام إسلام معاوية إسلام الإرهاب القتل الدكتاتورية معاوية 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 هذه الأشياء هذه الأشياء التي الآن تشوفوها بالعراق مو جديدة هذا نفس المنهج معاوية معاوية هذا الذبح الذي تشوفوه على الشاشات العالمية هذا مو جديد هذا منهج معاوية الأتراك الحكومة العثمانية في واقع واحدة قتلوا مليون ونصف مليون من المسيحيين هذا هو الإسلام المنطبع في أذهان الغربي نحن يجب علينا أن نري الصورة الحقيقية للإسلام أمير المؤمنين كلكم تعرفون قاعدة يقول والله لئن أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب الشعيرة ما فعلت هذا إسلام أمير المؤمنين وهو إسلام رسول الله هذه الصورة الحقيقية ينبغي أن نحاول توضيحها الكلمة الثانية أن نحاول أن نكون تجسيدا عمليا لقيم الإسلام ومثل الإسلام نحن لا نمثل أفراد نحن نمثل كيان واحد فرد يعمل عمل يمكن أن يحسب على ذلك الفرد ولكن أحيانا واحد يمثل كيان المسلمون في بلاد الغرب يمثلون الدين كل واحد منهم لاحظوا الفتاوى الفقهاء يقولون يسأل كثير من الفقهاء أنه هل يحق لنا أن نستولي على أموال الآخرين في بلاد الغرب أو نستولي على أموال الحكومة في بلاد الغرب يقولون لا حرام لأن هذا العمل يشوه صورة الدين في أذهان الغرب الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول كونوا دعاة لنا بأعمالكم الناس عندما يشوفون هذا العمل هذا العمل وهذا السلوك يجرهم إلى الدين ويجذبهم إلى الدين هذه الكلمة الثانية الكلمة الثالثة الله سبحانه وتعالى يقول وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين المؤمنون دائما يجب أن يكونوا الأعلى الأعلي في جميع المجالات كفرد كأفراد وكأم على ما ببالي جاء جماعة إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقالوا له إننا خطبنا فلم يزوجونا كانوا طبقة ثانية في المجتمع ما أذكر التفاصيل كانوا طبقة ثانية في الكوفة يعني يعني المجتمع كان ينظر إليهم نظرته إلى طبقة ثانية خطبنا إليهم فلم يزوجون أمير المؤمنين توسط في القضية قال لماذا لا تزوجوه هؤلاء مسلمين مثلكم قالوا أبينا لا نرضى بذلك القيم الجاهلية على ما ببالي فغضب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وخرج مغضبا وقال لتلك الفئة التجروا بارك الله فيكم تجارة لأن الكرامة الاقتصادية توجب الكرامة الاجتماعية اليهود الآن كم واحد في أمريكا الإحصاءات المعلنة تقول بين خمس ملايين إلى سبع ملايين هكذا يعلن الآن العدد الحقيقي كم واحد ذاك بحث آخر كما نقل لبعض المطلعين ثمانين بالمئة من الاقتصاد الامريكي بيد اليهود ليش الآن دا يتحكمون بالعالم اليهود هذه الفتن في بلاد الإسلام والمحن اللي انتو تواجهونها في الغرب كثير منها من اليهود هذه محاولة خلع ونازع الهوية وإلغاء الهوية الإسلامية اليهود وراء كثير من هذه الأشياء عندهم قوة اقتصادية كلمتهم مسموعة في نيويورك وحدها اليهود كما نقل لبعض المطلعين عدهم ألف معبد في نيويورك وحدها المؤمن يجب أن يكون هو الأعلى مو فقط يكون مساوي للآخرين يحاول أن يكون الأعلى الحقيقة أنا أعتقد وقلت لبعض الإخوة أن المسيحيين قريبون جدا إلى المسلمين أنا ما أقول القرآن يقول القرآن الكريم الله تعالى يقول وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ما عدهم حالة استكبار عدهم حالة رضوخ للحق ولكن لم يعرف الحق إحنا إذا تمكننا أن ننقل الصورة الحقيقية للدين تمكننا أن نكون تجسيدا حقيقيا للدين وكنا الأعلى في ذلك اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا واحد من المسيحيين قضية مذكورة ركب القطار من منطقة إلى منطقة وصدفة حصل على نسخة من القرآن الكريم يقول بدأت بمطالعة القرآن من اللحظات الأولى شعرت أن هذا هو الحق الذي كنت أبحث عنه وما وصل القطار إلى تلك المنطقة إلا وأعلن إسلاما المشركين منه كانوا أبو ذر منه كان أبو ذر مشرك كان من قبيلة مشركة قال أنا أجي إلى هذا الرجل المدعي للنبوة أشوف هذا حق له باطل إذا باطل في نفس اللحظة أنا أقتله أريح الناس منه إذا باطل وإذا حق أؤمن به أبو ذر واحد مشرك من قبيلة قاطعة للطريق جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله النبي عرض عليه الإسلام فأسلم فوق هؤلاء الذين أسلموا كلهم كانوا مشركين إلا مجموعة قليلة كأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نحن إذا تمكننا بإذن الله سبحانه أن نعرض الإسلام الحقيقي على العالم نرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في سفرتكم هذه وأن يرزقكم خير الدنيا والآخرة وأن تعودوا إلى بلادكم إن شاء الله سالمين غانمين موفورين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات